لو انتوا تلاحظوا انه مصر مصر والادارة المصرية اللي تتعامل في هذه المسائل الحيوية مسألة سد النهضة مسألة العلاقات مع تركيا مسألة العلاقات مع قطر دول ثلاثية لو انتوا تلاحظوا تلاقوا المصطرة البصمة بصمة واحدة ايه في صبر استراتيجي انا ما باش تمشي حد ما بغلطش في حد احنا السباب ليس لغة دبلوماسية المصرية على الاطلاق مش من لغة الدبلوماسية المصرية على الاطلاق ولا التهجم ولا الدخول في الشأن الداخلي لهذه الدول على الاطلاق فبالتالي انا عندي معيار هو ان احنا نفتح الابواب والنوافذ ونصف النواية وصدقين امام الدول الكبرى امام المنظمات الدولية امام شعبنا بنقول احنا بنمد ايدنا بالسلام للجميع وعندنا المفاوضات هي الاساس نجلس على مئلة المفاوضات نتفق نختلف نصل وكل واحدين يحقق مصلحته ده نهج مصري حقيقي الدخول في صدمات وحروب عشان ايه عشان ارجع اعود اتفق طيب يلا خلينا نتفق دلوقتي ده النهج المصري الجانب الاثيوبي ربما يفهم الرسالة غلط او ربما لم يفهم الرسالة على الاطلاق ربما بيمارس عملية استمرار في المراوغة وبيمارس عمليات يعني هو بيرى انها بتحقق له نتائج في تسويف تشعيب القضايا لمحاولة الوصول الى كسب الوقت والانتهاء من بنان السد وخلق وفرض امر واقع على الدول الافريقية وعلى الانتحاد الافريقي وعلى مصر وسودان تحديدا هذا النهج مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تدويل انجاز التعبير في تدويل القضية تدويل يعني الدول والعالم يبصوا يشوف كنا زمان مفاوضات سلسية مصر وسودان واثيوبيا مفيش حد يعرف طب اللي اما نختلف نروح لمين نتفاوه تاني يا عم خلينا نطلع لحد نجيب دولة وسيطة نجيب طرف وسيط اثيوبة تقول لك لا ليه عايز الموضوع يستمر داخليا دون ان يدري بي احد يعني ايه في السر مفاوضات في السر دون نظام مصر نجحت في كسر هذه العزلة عن المفاوضات وصعدت بالمفاوضات الى اعلى نقطة وصلنا روحنا بها نيويورك وكان في واشنطن وكان المفروض وصلنا الاتفاق 90% على المسائل الخلافية وكان هناك توقيع بالاحرف الاولى برقابة البنك الدولي ووساطة الولايات المتحدة الامريكية عن طريق وزارة الخزانة في شهر يناير 2020 او شهر فبراير 2020 كان من المفترض ان يتم توقيع الاتفاقية في من سنة فاتت يعني بان سنة تقريبا كان المفترض ان احنا نوقع الاتفاقية بعد مفاوضات 3 ا4 شهور في الولايات المتحدة الامريكية هنا امريكا والبنك الدولي ووساطة الخزانة الامريكية وقفوا على حقيقة التعنت الاتيوبي وشفنا التصريحات والكلام من الادارة الامريكية والمجالس الامريكية ان الجالب الاتيوبي هو اللي بعطل هذا الامر اتنين رحنا لمجلس الامر والجمعية العامة الام المتحدة رحنا وعرضنا وشرحنا الموضوع وقلنا ان احنا عندنا 110 مليون مصري مواطن مصري حياتهم مهددة بالهلاك اذا كانت اسيوبيا تنجح في مسعاها في منع وصول المياه اللي بنستحقها واللي بنستهلكها واللي هي تاريخيا ومنذ الازل موجودة وهي عليها قامة الحضارات المصرية ده كان بعد جديد في تسويق وشرح قضية قضية حق للمصريين في اروقة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ثم نجحت مصر في اشتراك الاتحاد الاوروبي في هذه المسألة ثم حاول الاتحاد الافريقي جاهدا من خلال رئيس الاتحاد الافريقي اللي هو رئيس جنوب افريقيا في اقناع المنظمة الدولية الامم المتحدة بانه تركوا لنا الفرصة دون فرصة في الاتحاد الافريقي كمنظمة اقليمية دولية ان احنا نحاول نحل دون فرصة وده كان نهج اتيوبي اتيوبيا مش عايز القضية تطلع من افريقيا جاءت الاول مش عايز القضية تطلع بيننا احنا وسودان واثيوبيا بس وبعدين لما الموضوع والعالم كله شايف قالوا خلينا نحلها افريقيا بنحلها افريقيا بقى نقديل ست شهور ده الشهر السابع في مفاوضات منذ ان دع رئيس الاتحاد الافريقي واتصل بالرئيس عبدالفتاح السيسي والجانب السوداني ست شهور مضت احنا شغلين في الشهر السابع دلوقتي ومفاوضات ورعونة اثيوبية وتعاملت اثيوبي ومراوغة اثيوبية وتراجع اثيوبي وتلاسن اثيوبي وحالة من حالات اللا منطق ولا عقل في اتجاهات السياسة الخاصة الاثيوبية لكن خلينا اقول لحضراتكم انه اللي اضعر بشرح الوضع وبرجع ليه عايز اوصل او اذكر الناس بالموضوع الموضوع الاول تماما كان احادي بيننا واثيوبيا واثيوبيا وهم مش عايزين الموضوع يطلع برا نجاحنا ان احنا نكسر دا ونطلعوا برا العالم كله شاف لا ان احنا عندنا حق وبعدين اتحاد الفريق رجع الموضوع تاني قال معلش سيبولي ديني فرصة طيب حدناك فرصة بقنا سبع شهور والنهاردة الاجتماع بعد توقف شهر يعني النهاردة بعد ستة شهر بنرجع نتفق تاني ونقعد القعدة جاي الجانب اثيوبي بيكلم بيقولك اسطو مصر رفضت والمشروعات اللي عن نيل والنيل حقنا والتنميع نفس الكلام السخيف اللي اثيوبيا بتقوله على مدار عشر سنين ضاعت في مفاوضات لا طائل منها مع جانب بيشعر بالتكبر والكبرياء بالباطل على طول خط وانا اذكر الناس واتكلم بشكل اعلامي مش سياسي ان اثيوبيا دولة مزعجة لكل جرانها زي ما قلت مبارح كينيا في ازعاج وخلافات على نهر قومه والصومال على نهر جوبا وشبيلي والسودان على نهر عبرة وسد النهضة والصومال على الحدود والحدود بينها وبين اريتريا والحدود بينها وبين السودان اذا انا بسأله بقول هل ده هو السلام هل ده هو التعاون هل ده هو التكامل هل ده اخلاقيات الاتحاد الافريقي اللي احنا ارسناها معا منذ خمسينيات القرن الماضي انا لا استطيع ان افهم كيف يفكر السياسة في اثيوبيا هل الصراعات الداخلية والحروب الاهلية البادية على الابواب التجريل اورومو السومال الاثيوبي بني شنقول الخلافات الداخلية هل هذا بيؤثر وبيجعل من اثيوبيا تستدعي قضية صد النهضة للتلاعب وبالمشاعر قومية داخل اثيوبيا انا لا ادري لكن انا بقول للمصريين الوضع بشكل كبير جدا مصر ماشى فيه اطار التفاوض التفاوض اللي ممزوج به زي ما قلت صبر استراتيجي احنا دولة كبيرة ودولة نعرف ندافع عن حقوقنا ودولة نعرف نصل الى ما نريد لكن لدينا ما اسميه صبر استراتيجي لكن خليني بس ارجع لحضراتكم انيسا بابا يعني عشان اعرفكم انا في تقديري سوء نوايا في تقديري سوء نوايا وانا برضو اتكلم تاني بشيق بشيق اعلامي بحق مش سياسي